تنضم إلينا كلودي أبي حنة مراسلة الغدى مرحبا بك كلودي كيف يتأهب اللبنانيون للانتخابات النيابية يوم غد وكيف تجري الاستعدادات اللوجستية والأمنية لها بالفعل اللبنانيون يتأهبون بحبس أنفاس لهذه الانتخابات الأولى بعد تسعة أعوام والتي سترسم مشهدا سياسيا جديدا في لبنان كما جاء في التقرير هذه الانتخابات هي خلافا لسابقاتها ليس من تيارين سياسيين كبيرين في لبنان مثل انتخابات العام 2009 عندما كان اللبنانيون منقسمين بين مؤيدين لقوى الرابع عشر من أذار ومؤيدين لقوى الثامن من أذار اليوم التحالفات اختلفت القانون اختلف الأجواء في الداخل اختلفت وكذلك الأجواء في الخارج هي غير ما كان عليه الأمر في العام 2009 لذا يقبل اللبنانيون على هذه الانتخابات والأسئلة كثيرة من سيبقى على حجمه السياسي السابق من سيطور حجمه السياسي هذا الأمر سوف نكتشفه بعد فرز صناديق الاقتراع الأمر المتوقع في ساعة متأخرة من ليل غد الأحد أما يوم غد الأحد فقد اكتملت التحضيرات اللوجستية والأمنية في شأنه تم توزيع الصناديق التي سيضع الناخبون أوراقهم فيها على مختلف أقلام الاقتراع المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية طبعا وسط انتشار أمني من قبل الجيش والقوى الأمنية لحماية سلامة العملية الانتخابية نعم كلودي كما ذكرت أنه تم فرض قانون انتخابي جديد وبدوره أيضا فرض تحالفات جديدة بين القوى والأحزاب السياسية وذلك يحدث لأول مرة في لبنان كيف تابعت هذا التغيير والتبدل الجذري على الحملات الانتخابية والعملية الانتخابية برمتها وما هي ردود الأفعال بشأنها يعني هذا التغيير واضح ويظهر في أكثر من دائرة نرى أن تيار المستقبل مثلا يتحالف مع حليفه السابق القوات اللبنانية في دائرة بعلبك الهرمل ويخوضان معركة سياسية حادة ضد حزب الله ولكنه في المقابل يتحالف في دوائر أخرى مع التيار الوطني الحر مثلا الذي لم يتحالف في أي دائرة من الدوائر مع شريكه فيما وصف أنه تفاهم معراب الذي أتى برئيس الجمهورية ميشيل عون إلى قصر بعبد الرئاسي إذن التيار الوطني الحر لم يتحالف في أي دائرة من الدوائر مع القوات اللبنانية فيما نرى أيضا أن التيار الوطني الحر نسج تحالفات هي غير مسبوقة مع الجماعة الإسلامية في أكثر من دائرة يعني ليس من شعارات سياسية واضحة دفعت بالفرقاء السياسيين إلى هذه التحالفات ولكن نرى بأنه بين كل هذه الفوضى في التحالفات التي وصفت بأنها ضرفية ومرحلية نرى خطا سياسيا واضحا الرئيس سعد الحريري يدعو إلى الاختيار ضد لوائع حزب الله وحزب الله يحوض أيضا معركة مع حركة أمل لتحسين موقعه في البرلمان وللإتيان بخصوم سابقين لتيار المستقبل إلى البرلمان نعم كلودي أبي حنم مراسلتنا من بيروت شكرا لك